التي أثيرت للأسف هي أثيرت من باب الجهل الجهل بالفهم الصحيح للقرآن الكريم أنا رجل رجل دي ما نفعش آسف أسق طيارة أو أدخل إلى المستشفى الآن وعن نفسي ده والدي وحبيبي وعنده مشكلة في القلب أنا اللي هتولى بنفسي إجراء العملية الجراحية له صحيح ما نفعش إبادة فيه في خلل فكري القرآن الكريم بنفس الآية التي استدلوا بها يقود الله تعالى في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يجب أن نفهم هذه الآية فهما صحيحا إذا فهمناها الموضوع كله خلص صحيح مش هنتكلم طبع لأنه ليس بعد كلام الله من كلام طبع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لو أنا سألت حضرتك يا أستاذة وفاء الفعل يرضعن فعل مضارع ولا فعل ماض ولا فعل أمر مضارع هتقول لي مضارع جميل جدا المضارع ليس له علاقة بالأمر صح كلام حضرتك كده وكلام صحيح وده بقى هنا نشأ الفهم الخاطئ الفعل هنا فعل مضارع الجملة هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين اسمها جملة خبرية خبرية لفظا إنشائية معنا لازم أنساعدتك تفهمي حضرتك معايا يعني فيها سياغة أمر والأستاذة الكريمة وغيرهم أي حد لازم أن يفهمي القرآن يعني فيها سياغة أمر بدأت دكتور بالضبط فيها سياغة أمر يعني يا حضرتك البلاغة في حاجة في اللغة العربية اسمها البلاغة نعم بلاغة الكرآن الكريم الكرآن لا يمكن أبدا أن يفسر بدون الفهم الصحيح 100% لبلاغة الكرآن الكريم نعم ولبيان الكرآن الكريم لأن الكرآن كلها مبني على الفصحة والبلاغة فأنا لما أحب أفهم الأي من دماغي أنا أساسا مش عارف أنطأها بقرأها غلط وبأنطأها غلط وفسرها غلط يبقى أنا بضلي نفسي وضلي الناس تربين ألف الكرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أعود إلى أهل الذكر أنا يجب أن أعود إلى البلاغة أنا قبل هذه الحلقة عدت إلى الكتب الأزهرية التي درستوها في الثانوية الأزهرية وفي الجامعة مش أقول لي ساعدتك مجسير ولا دكتوراه ليه؟ لكي أفهم ما هي لعله يكون في مثلا حلقة مفقودة منضبط مراجعة الحق وجدت إن البلاغة القرآنية فيها أربعة أساليب حاجة اسمها جملة خبرية لفظا ومعنا اتنين جملة خبرية لفظا إنشائية معنا تلاتة جملة إنشائية لفظا خبرية معنا أربعة جملة خبرية لفظا إنشائية معنا أو إنشائية لفظا خبرية معنا اللي هم الأربعة مع بعض الآية القرآنية هنا دي الصورة الثالثة يعني ايه يعني الاية الكرآنية هنا خبرية لفظا لفظوها خبري ليس في معنى الامر لكن هي في الحقيقة معناها انشائي يعني انشائي الانشاء اللي هو الامر والنهي والالتماس والدعاء والرجاء والعرض والتحضيط حاجات درسناها في الثانوية العامة ما هو ده الاعجاز طبعا ما اللي ما يعرفش يقول عادس هو ده الاعجاز في الكرآن اللي دارس نحو بلاغة يفهم الاعجاز في الكرآن بالضبط الانشاء يعني انشاء 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 هتقول لي لا مينفعش الكلام ده انا مش فاهمه اقولك تعالك نتكلم مع بعض العدة الوحدة لما جوزها يموت عنها لها عدة يا أستاذ الوفاء ولا ملاش عدة هل ممكن نخليها اختيارية ولا واجبة لا واجبة طيب ما نخليها اختيارية كده انا عاوزها تتجوز في اليوم الاولاني اللي دفلنا جوزها فيه نفع الكلام ده لا لمينفعش علشان هو تقريبا العدة دي ربنا جعلها مسألة وجوبية اه علشان كمان ولا اختيارية عشان بقاش فيه اختلاط ناسب اختلاط ناسب ومتفجع على جوزها وزعلانة وعندها عواطس والعدة واجبة صح تخيالي حضرتك ان العدة الواجبة التي تكرها الدنيا كلها حتى في غير شريعة الاسلام في حاجة اسمها عدة جد بنفس الكلام برضو نقرأ كده مع بعض القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهرين وعشرة يتربص نفس الفعل نفس الفعل المضارة زي الرضان نفس الكلمة ولكنه بارد في حسيقة امر برد ها طبعا نعد نتفلسف ونكلم وننطلل اي غلط ونقول لا والله لا والله ايه انا يجب ان انا اعود الى القرآن اعود الى اهل العلم فاسألوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون بالبينات والذكر فبناء عليه البينات والذكر والعلم والمعرفة موجودة في البلاغة البلاغة بتقولي ان الجوم لديا خبرية لفظا انشائية معنا معناها انشائي معنى الانشائي يعني امر واجب النفاذي وهنا نقول ان ارضاع المرأة لأولادها مسألة واجبة النفاذ وهذا حق واجب عليها بدون اجر عارف حضرتك سعدتك اللي يقول اجر عارف معناها ايه معناها اهانة اهال المرأة انا بقول اهانة يعني انا بقول ان انا اخد اجر على تربيه اولادي او على خدمة البيت او ان انا او ادي واجباتي اللي انا بحبها خلينا بعيد عن الخدمة لا انا بقول عماتك والارضاع ان انا برد اولادي بالاجر عارف انا عملتها ازاي يا اسيزة وفاء كأنها اجيرة واحد ما اجرها صحيح بدفع لها ثمن الاجر اخر الشهر نعم ازاي تلفطر النقية السوية تأبى على المرأة ان تأخذ اجرة مقابل الرضاع وعفوا تلارنبة الله يفتح عليك لسا كنت اقول لها عليك القطة او الحيوانات بش بتردع اولادها ازاي ثم ان نداء الامومة الاموم يقتضي ان تسارع الخطى نعم نحو ارضاع اطفالها نعم هل ارضاع الاطفال بياجر اه ركيزي حضرتك معا اتقول لي لا مولانا هنا بيكلم طب وفينا الرأي الشافعية اه نيرجع مرة ايوا ما استشعر